وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في استكمال قرور كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ فضلا عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراد الجمرقي جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وخلال اجتماع أخر وجه سيد الرئيس بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية ويعزز من قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أهرق حضائق الحيوان على مستوى العالم اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الآداء المالي ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب لوزارة المالية وقد تم عرض الآداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023 الذي أكدت محصلته قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات والحفاظ على المصاري الآمن للموازنة العامة وتوفير كافة احتياجات الدولة وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية والمستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية كما أن الحكومة قامت على مدار الثلاثة أعوام ونصف العام الماضية حتى يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي بتحويل ما يقرب من ستمائة مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات وهي النتائج التي تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والتي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم حيث شهدت تلك الفترة تحقيق فائض أولي بنسبة 2.3% من النتيج المحلي كما تم تحقيق معدل نمو في إرادات الموازنة بنسبة حوالي 14% بينما بلغ معدل نمو المصرفات حوالي 19% كما تم استعراض سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني والمدعوم من قبل صندوق النقل الدولي حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق كافة الإصلاحات المستهدفة في هذا الخصوص لا سيما ما تم تنفيذه مؤخرا من إقرار للتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكذا التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم دور القطع الخاص في النشاط الاقتصادي وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية له بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطع الخاص خلال الفترة المقبلة أخذا في الاعتبار أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تؤشر إلى تحقيق مختلف المستهدفات في هذا الصدد كما أن التعاون والشراكة الممتدة بين الحكومة والصندوق تتضمن أيضا تقديم الدعم الفني لضمان تماشي السياسات المالية المتبعة مع أفضل المعايير الدولية بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية خاصة في قطاع الضرائب والجمارك وبالنسبة للضرائب فقد اطلع السيد الرئيس على ما تم من تفعيل للنظام الرئيسي للميكانة الشاملة في مصلحة الضرائب فضلا عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم مد أجل الإلزام بمرحلتها الأخيرة إلى الثلاثين من أبريل المقبل إلى جانب التشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالإضافة إلى متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات وكذلك منظومة ضريبة التصرفات العقارية وأذاء وحدة متابعة التجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب حيث وجه سيادته بالاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني وذلك بهدف تحقيق الاعدالة الضريبية ومنع التلعب الضريبي وكذا تبسيط الإجراءات الذات الصلاة كما طلع السيد الرئيس في ذات السياق على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية ولجان الطعن الضريبي موجها سيادته بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة وذلك خلال العام الحالي وفيما تعلق بقطع الجمارك فقد تابع السيد الرئيس معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق موجها سيادته بالإسرع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ فضلا عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي وفي هذا الإطار تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في منظومة الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد خاصة ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي لمواكبة المعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد كذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك فضلا عن متابعة موقف السلع والبضائع الواردة إلى مصر والموجودة في الموانئ كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاجتماع تناول استعراض مخطة تطوير حديقة الحيوان بالجيزة وقد وجه السيد الرئيس بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حبائق الحيوان على مستوى العالم وذلك في إطار إعادة تقديمها على أساس ومعايير بيئية عالمية ولتمثل متنفسا لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلع على المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان ورفع كفاءتها وصون ما بها من مباني أثرية وتاريخية وكذلك المقترحات الخاصة بالمحافظة على تلك المباني الأثرية وزيادة المسطحات الخضراء وكذا المناطق التجارية إلى جانب التصميمات الخاصة بالمناطق الترفيهية المقرر إقامتها داخل الحديقة فضلا عن المقترحات المتعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة مع ربطها بحديقة الأرمان كما كانت في الأصل لتعظيم الاستفادة من إنشاء حديقة واحدة وثرية بالتنوع الحيواني والنباتي إلى جانب الاستعانات في هذا الصدد بالقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير والإدارة والتشغيل للحديقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر